بينما أطفال ونساء وشعب فلسطين يموت يقوموا مشهورا بحملة إعلانية لإحدى المطاعم المشهورة في أمريكا والداعمة للكين الإخرائيلي بينما يموت الأطفال يلهوان ويمرحان بينما يتم اختصاب وذبح النساء المشهوران يحتفلان بهذا الإنجاز كونهم يدعمون هذا المطاعم بينما غزة تتعرض للتدمير والوحشية والطغيان الإخرائيلي بمساعدة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الكلب بايدن يقوم العديد من المشهورين والمشهورات بعمل ترند هندي وإلى غير ذلك بينما الشعب فلسطين وشعب غزة يموتون بالجواء يقوم المشاهير برمي واللعب بالطعام غير آبهين تماما لما يحدث في غزة حتى وإن تحدثوا عن غزة في أولى بدايات الحرب فإنهم نسوها بالطبع شخصيا أنا لست ألومهم بل ألوم كل من يتابعهم لأن أي شخص يتابعهم فهو يدعمهم يدعم هذه المشاهير والمؤثرين الذين لا يستحقون ولو اشتراك واحد ولو تعليق واحد ولو لايك واحد قال أحد سكان غزة عيب عار على المشاهير والمؤثرين العرب الذين يقومون بإهدار الطعام عبر تحديات شيطانية ويقومون بحملات إعلانية لمطاعم وشركات إخرائيلية وأمريكية تدعم إخرائيل وتدعم الحرب والقتل في غزة ولا يأبوهن لما يحدث في الأطفال المساكين والشاب عموما وأضف قائلا لا أريد منك أن تتحدث عن غزة أو تدعمنا وإلى غير ذلك يكفيك فقط أن تحترمنا يكفيك فقط أن تشعر بمعاناتنا لا تتحدث عننا وإلى غير ذلك توقف عن نشر المحتوى الخبيث المحتوى الديوث الواجب مننا يا جماعة الخير ولكل من يشاهد هذا الفيديو لا أريد منك لا لايك ولا اشتراك ولا غير ذلك لا أريدك سوى أن تذهب لأي مشهور ينشر محتوى خبيث محتوى رذيل محتوى الديوث محتوى يدعم الإخرائيليين ويدعم شركات إخرائيلية أمريكية وإلى غير ذلك اذهب إليه اعمل انفولو اعمل إغاء الاشتراك وقم بحضر الحساب سواء في التيك توك اليوتيوب انستغرام وإلى غير ذلك قم بإلغاء الاشتراك وحضر الحساب وهكذا سيتعلمون درسا نحن كنا مخطئين بحقكم إنكم تستغلوننا من أجل المال بطبع استغلون من أجل المال لكن عليكم بدعم إخواننا في غزة وفلسطين لهذا انتشر هاشتاك بلوك اوت هذا الهاشتاك اعملوا في كل الحسابات في كل مكان انشروا في كل مكان أنا لا أريد ركوب الأمواج وإلى غير ذلك إنما أريد توعية بعض النفوس هناك مشهورة في الجزائر ماذا قالت دزوا مع القضية الفلسطينية امسحوا بيها لا أستطيع التفوي أكثر من ذلك لأنه في كلام شيطاني من الأخير تخيروا يا جماعة هكذا قالت يعني إنها غير مهتمة بالقضية الفلسطينية ولا يهمها ولا غير ذلك خذوا قضيتكم بدون أن أتحد كلام فاحش من الأخير يا جماعة الخير أي مشهور لم يتحدث عن غزة من الأخير اعملوا له بلوك كيف تخاف أن يتم حظرك بسبب كلمة غزة هناك من يقوم بحث كلمة غزة لكي لا يتبند أو أن لا يتم حظر حسابه ولا غير ذلك الآن ستحذر من قبل المشاهدين جماعة الخير إن لم تفعلوا هكذا فإنكم مشاركون معهم تشاركون في تدمير غزة وفي قتل أبنائها سأقول هذا الكلام وإن تم حذف قناتي والله لن أهتم أنا مع فلسطين مع غزة مع حماس مع المقاومة مقاومة الفلسطينية مع القسام ليست منظمة إرهابية بل مقاومة هدفها تحرير فلسطين تحرير الشعب الفلسطيني أنا معهم يلا احذفوا القناة والله لا أهتم من الأخيرة ما غير مهتم والله لو كان بإمكاني أن أقوم بحظر اليوتيوب سأقوم بحظره لكنني أستخدمهم في مصلحتنا يعني استخدم سلاحهم ضدهم من الأخيرة جماعة الخير قوموا بحظر المشاهير والمؤثرين الذين لا يريدون تحدث في هذا الموضوع أو أنهم ينشرون محتوى لا يحترم مشاعر إخواننا في فلسطين وفي غزة بالذات في نهاية الفيديو سأختم بهذه الكلمة إذا خانتك قيم الرجول فحاول ألا تخونك قيم المبادئ